بيبدأ في المناء مع البشر واللي كانوا عمالين بيجروا في الغابة من نمر اسمه شريخان لحد ما يقتلهم في الآخر ومش بيتبقى منهم غير هو طفل صغير واللي بيلاقيه بجيره وبيقرر ان هو يساعده ولما بيحس ان شريخان هيدور عليه ويقتله هو كمان بياخده ويوديه قدام كهف الزئاب ولما بتشوفه نيشا وكمان زوجها بتلاقيه مش خايف منهم وقبل ما يفكروا هيعمله ايه معاه بيظهر الدبع طاباكي واللي بيكون تبع شريخان وده اول ما شاف معهم الطفل راح بسرعة علشان يعرفوا وهنا بقى بتقرر نيشا ان هي تحتفظ بالطفل زي اطفالها وتربي معاهم ولكن الاول لازم تروح تعرف رئيس المجلس اللي هو القائد بتاعهم اكيلة وبيسمع بقى بجيره كلامهم وبيبدأ يتحرك هو كمان وبتروح نيشا لاكيلة وبتقوله ان هم لقوا طفل من البشر وانها عايزة تربي زي اطفالها ولكن قانون الزئاب بيقول انهم لازم يضحب حيوان تاني علشان يربوا الطفل البشري وهنا بيظهر بجيره بعد ما استطح حيوان وبيرميه قدام المجلس علشان يفضي به الطفل البشري وبيبص بقى اكيلة في عين الطفل وبيشوف الشجاعة وبيقول زي ابل الاكيلة ان اكيد والد الطفل هيجي عشان يدور عليه ولكن اللي بيرد عليه هو شريخان وبيعرفهم ان محدش هيدور عليه علشان قتلت ابوه وامه واكلتهم فبيتصد الاكيلة ويقوله ان الطفل خلاص بقى تحت حمايتي وكمان حماية القطيع ولو عايزه يبقى لازم تواجهنا كلنا وطالما القائد هنا محرم عليك تقرب من المنطقة دي اصلا فبيقوله شريخان انت مش هتفضل القائد على طول واول ما تفشل في انك تمسك فرستك وده معناه ان اكيلة يكون كبر ساعتها هاجي واخد الطفل البشري ويبدأوا بقى في تعليم الطفل واللي سموه موكلي وبيعرفوا بجيرة ان هو ما يستطش علشان المتعة بس وبيجيب بقى الغزالة اللي كانت قدامه وبيقوله لازم تفضل معاها لحد ما تطلع الروح علشان ما تحسش انها لوحدها وبيروح بعدها لبالو الدوب المدرس بتاعه واللي بيحاول يقوم من تركيزه يعلم موكلي يعني التركيز وكان عمال بيراجع معاه القوانين بتاعة الادغال واللي منها ان ما ينفعش الزق بيقتل انسان او يقتل الحيوان بتاعه خاصة البقر لان البشر بيقدسوها وهنا مش بيكون الموكلي صديق غير هو بوت اللي شكله مختلف شوية عن الزقاب ومنبوث زي موكلي بالزبط ويروح بعدها للكهف واللي موجودة فيه نيشا اللي هي امه بتقوله انه مع الوقت هيبقى اسرع علشان يقدر ينافس بقي الزقاب ويطلع للصيد وفي تاني يوم موكلي والزقاب الصغيرين بيروحوا لبالو علشان يعلمهم سباق السرعة علشان الامتحان بتاعهم بيبقى عبارة عن سباق بينهم وبين باجيرة واللي بيمسكوا باجيرة بيفشل ان هو ينضمن القطيع ويطلع يصطاد وبيكون واضح ان موكلي ابطأ واحد فيهم بسبب تشريح جسمه واللي مش شبه الحيوانات طبعا فيوقف موكلي ويشرب شوية مية وهنا يلاقي ان في ارد نزله فاكهة علشان يكلها ولكن كلما يحاول يمسكها يختفي الارد ويظهر في مكان تاني لحد ما بيشوف باله وبيزعقله علشان المفروض ما يتعاملش مع القرود علشان دول ما لهمش اي قانون وممكن ان هم يقزوه وده غير ان هم مش بيخافوا من اي حد خالص مع عادة كا فبيسألوا موكلي من هي كا فيعرفوا ان هي اقدم افعى موجودة في المكان وده غير انها بتقدر تشوف الماضي والمستقبل وفجأة بيتصدم باله لما بيلاقي ان في بارة من اللي هم بتوع البشر ميتة فيروحوا يعرف بال قطيع وكمان اكيلة علشان يبقوا خايفين ان البشر يجل هنا بسبب اللي عملوا الشريخان وبيشوفوا انهم يسلموا موكلي ولكن بيرفد اكيلة وبيقولهم انا اهتم بالموضوع وبيعرف باله ان شريخان عايز يبدأ الحرب معايا لانه عارف اني بكبر في السن فبيقولوا باجيرة ان شريخان عايز موكلي والطريقة الوحيدة لحمايته هي اننا نوديه للقرية بتاعة البشر فبيعرفوا اكيلة ان الادغال بتتغير والبشر كمان بياخدوا مساحات منها كل يوم وماكلي هو املنا الوحيد ولكن باجيرة بيعترضوا بيقولوا ان القطيع مش هيقبله بس هنا اكيلة بيقولوا ان القطيع هيقبل فيه لو عدا من اختبار الجاري فبيقولوا بالو ان هو طبعا مش هيقدر يعدي من الاختبار علشان هو مش زئب وفي تاني يوم بيفضل بالو يدربه علشان يبقى اقوى ويقدر ان هو يعدي من الاختبار علشان في الاخر يتقبل وما يموتش وبعدها بينزل يلعب في المياه شوية لحد ما بيشوف خيال شريخان في المياه وهو بيشرب وده مش بيقدر ان هو يكتم نفسه اكتر من كده وبيحس شريخان ان في حاجة لكنه بيمشي فيطلع موكلي يجري لحد ما في الاخر بيسقط في قلبه حفرة كانت معمولة فخ وهنا بيسمع باجيرة صوته لحد ما هنا بينزل فيل زلومته وبتشد من الحفرة اللي وقع فيها وهنا بيستغرب ان الفيل عنده ناب مكسور ويوصل بابا جيرة علشان يشوف موكلي هوافه قدام الفيل فيخضو عشان يروحو اما شريخان كان لسه مستخب في الزرع علشان يهجي مع الحفرة اللي هو عملها الموكلي ويتكلم بقى باجيرة مع موكلي وكان عمال بيقوله ويعرفو ان البشر جابوا صيادين علشان يقتلوا شريخان اللي قتل الحيوانات بتاعتهم وان الادغال ما باعتش امنة ليك بعد دلوقت والاقمن ليك انك تروح عند البشر وبيحكي له اللي حصل زمانه بيعرفو ان هو طفل بشري مش زئب وام ابوها قتلهم شريخان وعايز يقتلك انت كمان فيقول لماكلي ان القطيع هيحميه ولكن باجيرة بيقوله لازم انك تنجح في الاختبار بتاع بكرة الاول ولكن لو فشلت هترجع لقرية البشر فيروح يبص على القرية ويلاقي ان تباكي بيحاول يسرق منها حاجات وهنا بتمسك فيه النار ويبدأ الجري فبيظهر له ماكلي ويسأله ايه الحاجة اللي مسكت فيه ديه فيقوله انها سلاح من اسلحة البشر وكمان اسمها النار وفي تاني يوم بقى في الاختبار بيعلن اكيلة ان باجيرة هيبقى هو اللي هيهجم والمفروض يجروا ويوصلوا للناحية التانية من غير ما يمسكهم باجيرة ويبدأ بقى الاختبار ويطلع كلهم يجروا ويفضل بقى ماكلي يعمل اختصارات عن الطريق وان هو ينط ويمسك في الشجرة علشان يجري اسرع من الزئاب وبيظهر باجيرة وبيجري على ماكلي بيشه راسة كبيرة جدا ولكن بيقدر ان هو يحبسه في شجرة ويطلع يجري منه وهو عمل بيتعلق في فروع الشجرة علشان في الاخر بيكون هو الاول على القطيع وقبل ما خلاص يوصل وبيشوفه بالو ولسه هيحتفل بيظهر باجيرة من بعيد وبيسيب الكل وبيهجم عليه هو علشان يفشل موكلي في الاختبار بعد ما كان على بعض خطوة واحدة بس ان هو يبقى الاول على القطيع فيقول لبالو باجيرة كان مستهدفني انا بالذات عشان عارف ان انا الاضعف وبيزعق ويسيبهم يمشي وبيقابل بقى القرود في الطريق ويفضلوا بقى يقدموا الفكهة وبيظهر صاحبه الوحيد بوت ولكن فجأة بتظهر القرود وبتاخد موكلي فيجري بوت علشان يعرف بانه باللي حصل واللي بيكون واقف عمل بيتخانق مع باجيرة بسبب ان هو كان مستهدف موكلي بالذات ولكن ده بيكون شايف ان هو عمل بيحميه علشان هو عاوز يرجع للقرية بتاعة البشر ويكون بعيد عن شريخان واللي عاوز يموته فيقطع كلامهم بوت واللي بيعرفهم باللي حصل لماقلي ويظهر بقى من بين القرود شريخان اللي كان عامل الفخد الماقلي ويجرحه في ايده وفي كتفه وقبل ما يموته بيظهر باله وباجيرة لكن القرود بتكون كتيرة جدا ومش بيقدر ينقذوا ماقلي وهنا بتوصل كا واللي بتكون الافعة اللي بيخاف منها الكل وتطلب بقى من الكل يسيبوا البشر في حاله لانه بينتمي لنا في الادغال ومش بيكون ماقلي فام هي اللي بتنقذه وفي تاني يوم بيبقى قاعد مددق جدا بسبب ان هو فشل في الاختبار فييجي بوت علشان يهون عليه شوية ولكن ده بيكون مددق جدا وبيزعق له ويقوله كمان ان احنا مش مختلفين احنا مسوخ وعلشان كده مش بيحبونا فبيزعق له بوت من كلامه وبيسيبه ويمشي وبيروح باب اللي اللي عندك عشان يعرف منها هي ليه انقذته واذا كانت فعلا بتقرأ المستقبل فبتقوله ان هو هيقتل وكمان هيكون على قمة القطيع بتاع الزئاب وبيوقف شريخان قدامه كيله وبيقوله انت فشلت في انك تمسك فارستك النهاردة ووفقا للقانون بتاع الزئاب لازم ان اي حد يتحداك علشان يبقى القائد مكانك فبيوقف اكيله وبيقول اللي هيهزمني هيبقى هو القائد بتاع الزئاب وبيوصل بقى موكلي وبيفهم اللي عمل بيحصل من باله وبيقوله ان ده القانون وما نقدرش نعمل اي حاجة وبيفضل بقى اكيله هي هزم الزئاب اللي عملا بتتحداها لكنه بيتعم مع الوقت ولما بيشوف موكلي شريخان واقف قدامه بيجري على قرية البشر وبيجيب عصائب نار وبيرجع لهم من تاني ويفضل يخوفهم بها الحد ما بيمشوا كلهم وهنا بيقوله اكيله انت لازم تمشي علشان استخدمت اسلحة من اسلحة البشر ضدنا وبكده تكون جيبتنا النعار عظيم وما ينفعش نغفرلك فبيروح موكلي للقرية بتاعة البشر اللي كان موجود فيها الصياد واللي بيعلمه ازاي يستخدم السكينة في تقطيع اي فريسة ليه وبيقوله احنا الاتنين عندنا عدو واحد ومشترك علشان شاف الجروح اللي كان سببها له شريخان فبياخدوا واحد من القرية ويحميه وينظفه علشان يتأقلم معهم وهنا بيعلمه الصيد وازاي ينشن بالسكينة وبيدلوا بقى سكينة ويعلقها له في رقابته علشان تبقى معه دايما فيحضنه موكلي لانه بيعامله كويس جدا وفي يوم بيجيله واحد من الزئاب اللي كان عايش معاهم وبيعرفه ان شريخان استولوا على القطيع وهيتردنا كلنا لاطراف الادغال ودلوقتي محتاجينه يرجع ولكن موكلي بيقوله دلوقتي ما بقتش مشاكلي هي مشاكلكم وده غير انكم ما قابلتونيش في القطيع وكمان ترطوني ده لما حاولت ساعدكم بيسيبه ويمشي وبالليل في الحفلة بيتكلم اهل القرية مع الصياد اللي بيقولهم انه فشل يقتل فريستو مرة واحدة بس وده كان فيل وقدر انه هو يجرحه في بطنه بس الصياد اخذ الناب بتاعه في المقابل وهيتمنهم انه هو هيقتل النمر اللي مدقيقهم ده وبيكسر بعدها ويوصل موكلي للقطة علشان يلاقي اجزاء من حيوانات كتيرة يستضوهم قبل كده ومن ضمن الاجزاء دي كان الناب بتاع الفيل اللي عنقذ موكلي من الفخ وبيتصدم بقى لما بيشوف رأسه بوت صاحبه هو كمان متعلق فيعرفه الصياد ان الزقب اللي كان لونه مختلف ده عجبني جدا ويعتبر اول صيد غريب ليه فيطلع موكلي بسرعة ويوعد مع نفسه هوم الدائق جدا بسبب صاحبه الوحيد اللي تقتل فيدخل بعدها عالصياد ويطلع سكينه علشان يقتله ولكن ده بياخد باله من الناب بتاع الفيل وبياخده ويمشي وبيروح يدهل الفيل وبيقوله انا هوصلك للصياد اللي خد منك الناب ده وفي المقابل تساعدني على طرد النمر من الادغال وبيروح بعدها لقطيع الزقاب ويقولهم لازم نقتل شريخان ولكن اكيلا بيرفض التعاون معاه بسبب ان هو بيستخدم اسلحة البشر وبيبقى بجيرة هينضم ليه ولكن بالو بيوقفه عشان يروح بعدها يوقف في مكان ويفضل ينده على شريخان عشان يقتله ويطلع فعليا قدامه هو تاباكي فيعمل موكلي صوت معين علشان هنا تيجي الفيال كلها وتحاصر شريخان فيقوم موكلي حادف عليه السكينة ويفضل يضربه والبشر كلهم يشوفوا العمل بيحصل وبيقدر موكلي ان هو يتعانو كزا طعنى لحد ما بيسمعو صدر بالنار فبيقول للفيل ان ده هو الصياد اللي انت بتدور عليه وهنا بيقرر بجيرة ان هو هيتحرك وبيتحرك بقى القطيع مع كله واول ما الصياد يصيب النمر بيظهر اكيلة ويهجم عليه فبياخد اطلع مكانه والفيل بيوصل للصياد وكمان يقتله وبيتجمع بقى قطيع الزئب كله حوالين موكلي علشان يساعدوه وهنا بيعتذر له اكيلة ان هو كان شاكي فيه ويطلب منه ان هو يكون قائد القطيع وبعدها بيموت فبيجري على الشريخان وقبل ما يعمل اي حاجة بيغرز السكينة في دماغه عشان يموته ويقوم الفيل شاله على ظهره علشان يعلن رحيل الصياد والنمر وموكلي واللي يعتبر نص بشري وكمان نص زئب هو اللي هيحكم الادغال بعد كده علشان يقدر اخيرا ان هو يجيب السلام للادغال وللبشر كمان وتكون دي النهاية وبس كده